السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. صحاف توركم. يبرعيم يحييكم. متابعي قناة التحدي للتقنيات. ان شاء الله تكونوا قاب خير على خير. آآ كما وعدتكم ان شاء الله ساكون سندا لذاوي الاحتياجات الخاصة ولذاوي والمعاقين بصريا بصفة خاصة ان شاء الله. آآ باش نقدر نعاونهم على حساب معلم لارب ان شاء الله سيكون لهم سندا في في استعمالهم التقنيات والهواتف النقالة والذكية بصفة خاصة ان شاء الله فئة الاندرويد. وعلى بركة الله اليوم نبدأ الدرس قارئ الشاشة. قارئ الشاشة هو قارئ يقرأ لنا ما هو موجود في الشاشة. فهو آآ مثلا مبصر يقدر يقرأ بعينه. واحنا نقدر نقرأ بقارئة الشاشة. كل الهواتف الدكية بصفة عامة فيها قارئات للشاشة. مثلا تسعين في المائة يجو فيهم طولك باك. كينا اخرين في اقليلة فيهم على مثال سامسونج في الفويس اسيستون ما فيش طولك باك. وكل القارئين لا يدعمان اللغة العربية. ولهذا ارتأيت اليوم ان شاء الله ندير اه تفعيل لقارئ الشاشة الفرنسي. وللانجليزي هو يتبع النظام. لا درت النظام بتاعك فرنسي يقرأ فرنسي. لا درت انجليزي يقرأ انجليزي. ان شاء الله نزيد قارئ. لاسق بقارئ. هو لسان عربي. ان شاء الله نوري لكم دركة الطريقة كيفاش. اولا لازم كتشري تليفون. نصيحاتي لكم ان طرع تلات اشياء. الرام الرام. انين جيجا فام فوق. الاندرويد من الاحسن تسعة فام فوق. والباتري والبطارية اربعة لفام فوق. لان قارئة الشاشة تستهلك البطارية. ماهذا الشاشة تتبع. عندنا قاعد شتى رون ماهذا. هل الاندرويد من الاحسن تجربين. على فوق. هذه هي الاندرويد من الاحسن تتبع على التغري Julie. 6 جوان. وهذا العرب ما يخرج. ومترجر بحث أنت تسجيل ومترجر للمساعدة وفي البداية تجري كتير هاتف بعد البرمجة تستعين بموابسر وشي روح لك الممترجة الممترجة وشي روح لك المترجة الممترجة للترجمة على حسب الهاتف وكاين هاتف إمكانية الوصول إلى Accessibility يتلقاغاً في说明ة الـ MARTIN ثلاثت تدخل addict في верben الأحد weiter ومضاح تدخل accessibility وكاين هواتف كما السامسونج تدخل parameters ومضاح gestellt global ومضاح accessibility ومضاح تثقل الداخل tollback وكاين مثل Xiaomi تدخل parameter ومضاح options supplemental ومضاح accessibility نحن سنسلك الطريق الأسهل في كل هذه الحالات وهي ترجمة 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 ترجمة